اذا سمعت حديث من آذى علي فقد آذاني من آذى فاطمة فقد آذاني هؤلاء اهل بيتي يؤذيني ما يؤذيهم يحزنني ما يحزنهم ترجع للقرآن الكريم الله تبارك وتعالى يلعن الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعنه اولئك لعنوا في الدنيا والآخر ان مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح تقرأ في القرآن الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم الردس اهل البيت ويطاهركم تطيرا فايهما اعظم احبتي ايهما اعظم في نظرك الشمس والقمر ام رسول الله واهل بيتي شيء واضح جدا فاذا قلت ان الله خلق الشمس والقمر واللوح والقلم وكل ما يجري في الكون من اجل محمد واهل بيتي هذا ما في نوع من الخروج عن الحق ابدا هذا المنطق بعينه المنطق نفسه المنطق هكذا كان نأتي الى القرآن الان ملاحظة اخرى احبتي الليلة ليلة خاصة وانتبهوا بقلوبكم بارك الله فيكم لان هذه الحاديث يجب ان نلتفت اليها ونأخذها بعين الاعتبار وانا بعدين نخجل من رسول الله صلى الله عليه وآله والله وحياتك نخجل من عنده نشوف الزهراء سلام الله عليها اذا الانسان يمشي شوف اذا يمشي على هالخط المعاكس تصل الى مرحلة انك تتهم الزهراء بعدم العصمة تقول الزهراء مو معصومة كما يقولون الان تقولون زهراء مو معصومة ليست معصومة بعدين لماذا هي معصومة يقولون هل هي نبي او امام اعوذ بالله الزهراء حجة الله على الائمة كلهم الزهراء روح يفداها من اصحاب الكساب الزهراء حجة الله البالغة حجة الله التامة سيدة نساء العالمين مريم في القرآن معصومة والزهراء معصومة ومريم قابلة عند فاطمة الزهراء يعني حضرت في ولادة الزهراء قابلة مع سارة وكلثم وآسيا بنت مزاحم فنلاحظ هذا المعنى حتى ما نصل الى انكار مظلومية الزهراء انكار مظلوميتها انها ما مظلومة بالله عليك اذا انت مظلوم واحد يجي يقولك انت مو مظلوم كم الحصرة تكون في قلبك شون حصرة تصير في قلبك انت مظلوم والمظلوم اللي كلما ينام يبكي ومتألم تشوف واحد يقول لا انت مو مظلوم انت لست مظلوم والحال انه يجب ان تكون مع المظلوم اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حقا الا ان يقولوا ربنا الله احبتي لاحظوا بعد شوفوا الصفحة اللي افتح لكم ياها الان على حديث الكساء اسمعوا لماذا نذكر حديث الكساء ولماذا يقول ما ذكر خبرنا هذا في محفظ ما ذكره العاية انه الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم انما انت مذكر يا رسول الله لكن لمن الذكرى انما يتذكر اولو الالباب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين اقرأوا القرآن الكريم الله يذكركم بالانبياء الان على ذكر الزهراء روح يفداها الله يذكركم بمريم في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم انت جالس تذكر حديث الكساء الله يقول لك اذكر مريم ايضا واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انه يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغيا قال كذلك الله ربك كذلك قال ربك هو علي هيا ولنجعله آية منها ورحمة وكان امرا مقضية فحملته فانتبذت به مكانا قصية فاجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ان لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة هذه النخلة في كربلاء وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وعوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقية او عصية والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون انا اتعمدت اقرالكم كل الايات لماذا الله يذكر مريم هكذا ليش قرآن هذا كل المسلمين يقرأوه حتى لا تموت ذكرى مريم دائما تذكرها وقصته هذه واضحة ومصيبته تأتي الى مصيبة الزهراء رح يفداها ان قيل حواء قلت فاطم فخرها او قيل مريم قلت فاطم افضل افهل لمريم والد كمحمد ام هل لمريم مثل فاطم اشبل كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذو الفصاحة تذهل هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل وإلى الجدار وعتبة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل فكيف اللي التجأت للنخلة تذكرها انت والتركيز عليها والتي التجأت الى الجدار وأسقطت جنينها المحسن ما تذكرها اشتركوا في القناة